اهلا بكم من جديد في النشرة الاقتصادية اعلن الدكتور طلال ابو غزالي عن اطلاق المركز العربي للحوكمة بالاضافة الى الاعلان عن عدد من المبادرات منها تأسيس جمعية الشركات العائلية التي تشكل اكبر قطاع في الاقتصاد الوطني جاء ذلك من خلال ندوة حوارية بعنوان حوكمة الشركات نظمها ملتقى طلال ابو غزالي المعرفي ودعا الى تشكيل فريق عمل لاقتراح مشروع وطني للحوكمة لوضع معايير تنسجم فيها المؤسسات في حسن الادارة وتشكيل فريق عمل اخر لدراسة حوكمة الجامعات التي تعاني من مشكلة رئيسية في كل مخرجاتها كمبادرة تطوعية ترفع الى الجهات الحكومية المسؤولة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها يأتي انعقاد هذه الندوة بالاشتراك بين مؤسسة كونرد ادناور ومجموعة طلال ابو غزالي لترسيخ مبادئ الحوكمة والتي اسميها حسن الادارة وذلك في كافة القطاعات وليس في قطاع الشركات فقط نريد الحوكمة في القطاع العام نريد الحوكمة في القطاع الخاص نريد الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني في الجامعات وحوكمة المواطن يعني نحن مشكلتنا ليست فقط في المؤسسات سواء كانت حكومية او تجارية او علمية بل ايضا في الانسان الفرد الفرد يجب ان يكون عنده نوع من اولا الحفاظ على الدولة ومصالحها والسلوك الصحيح تجاه زملاءه وتجاه الدولة وتجاه من يتعامل معهم يعتبر ان هذه دولته ويريد ان يحميها ويطورها ويعطي صورتها قرر مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية تعليق التداول بأسهم شركة المستثمرون العرب المتحدون وأسهم شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية لعدم تزويدهم بالتقرير السنوي لعامي 2011-2012 والتقرير نصف السنوي لعام 2012 وذلك اعتبارا من يوم غد وحتى اشعار آخر استنادا لأحكام المادة 19 والمادة 21 با من قانون الاوراق المالية وضعت وزارة العمل 800 منشأة ومؤسسة على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استخدام واستخدام العمال الوافدة بسبب ثبوت تسريبها للعمال الزراعيين إلى القطاعات الأخرى وقال أمين عام وزارة العمل حماد أبو نجمي في تصريحات صحفية اليوم إن العدد الكلي من العمال الوافدين الذين تم تسفيرهم خلال الأسبوع الثلاثة الماضية نحو 941 عاملا وافدا وقال أبو نجمي إن الوزارة ضبطت خلال الشهرين الماضيين نحو 5500 عامل وافد مخالف صوب نحو 800 عامل أوضاعهم لدى سفرات بلادهم فيما ينتظر نحو 4000 عامل إجراءات من بينها تصويب الأوضاع والعودة إلى الكفيل الأصلي أو الانتقال إلى كفيل جديد أو التسفير بعد انتهاء المدة التي حددتها وزارة العمل بلغت الكلفة المالية لمجموعة المساعدات التي قدمتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة لقطاع غزة منذ نوفمبر من العام 2008 34 مليون 978 دولار أرسلت من خلال جسر إمداد بري قامت الهيئة بإنشاؤه من عمان إلى غزة حيث سيرت 123 قافلة مكونة من 1629 شاحنة حملت أكثر من 38 ألف طن من المواد الإغاثية الإنسانية الغذائية والتموينية المتنوعة بالإضافة إلى صرف 4 مليون 500 ألف دولار على مستشفى ميداني تم إرساله إلى القطاع يدار بتواقم طبية أردنية من الخدمات الطبية الملكية وما يزال يعمل حتى الآن ويتم تغذيته بالأدبية واللوازم الطبية بالنسبة لنشاطات الهيئة في الأزمة السورية فقد تم صرف 5 مليون 303 ألاف في العام 2012 تم صرف 5 مليون 303 ألاف دينار في العام 2013 تم صرف 11 مليون 400 ألف دينار أيما مجموعة 16 مليون 703 ألاف دينار توزعت بين عامين 2012 و2013 وشملت هذه المبالغ التي نراها أمامنا الآن على الشاشة شراء مواد غذائية ومواد تموينية وكرافانات من السوق المحلي لصالح لاجئين السوريين عن طريق عطاءات كانت قد طرحت في الصحف المحلية بالإضافة إلى شراء مواد صحية ومساعدات نقدية مباشرة وتبرعات من جمعيات ومنظمات دولية تتعامل مع الهيئة أما بالنسبة لخطة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في المستقبل القريب فقد قمنا بإجراء لقاء حصري مع أمين عام الهيئة السيد أيمن المفلح نتابع وإياكم جانبا من حديث المفلح كما معروف الآن مقبلين على شهر رمضان الفضيل والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيكون لها دور في تقديم المساعدات العينية والنقدية للاجئين السوريين بالإضافة لبعض الأسر العفيفة الأردنية حسب رغبة المتبرع فيه إن شاء الله نقوم بالتنسيق مع بعض الجمعيات والمنظمات الدولية بعمل طرود رمضانية وسيكون حصة للأسر العفيفة الأردنية بالإضافة إلى اللاجئين السوريين أيضا الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ستعلن في بداية شهر رمضان عن إنشاء بنك الملابس الخيري وهو معني باستقبال الملابس من المواطنين الأردنيين وتقديمها للأسر العفيفة الأردنية فقط وتم استئجار مبنى خاص في منطقة المحطة لهذا المشروع وسيقوم كوادر من الهيئة بإدارة هذا المشروع بالتنسيق مع الجمعيات ووزارة التنمية الاجتماعية وتكيت أم علي نهيك عن التعاون الوثيق مع هيئة شباب كلنا الأردن المنتشرين في محافظات المملكة وهم الدراع الفعال والشريكي الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في توزيع هذه الطرود أريد بهذه المناسبة أن تهز الفرصة وأتوجه للمشاهدين أن يساعدونا حتى نقوم بمساعدة المحتاج بغض النظر عن جنسيته عن دينه عن لونه عن عرقه البلد تمر في مرحلة اقتصادية صعبة وبالتالي نحتاج إلى المساعدة حتى نقوم بتقديمها وأيضا كما كذلك سنقوم بالشراء من السوق المحلي ومن المنتجات المحلية الأردنية وهذا الدعم من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للمنتج المحلي عدت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات تحليلا لحساب الضريبة الفعلية على شركات الاتصالات الخلوية الثلاث العاملة في القطاع في الأردن من خلال جمع البيانات والمعلومات من الشركات الثلاث الرئيسية لعامي 2011 و2012 وأثرت تحليل الذي رفعته إلى وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية ورئيسي غرفة تجارة عمان والأردن ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أن ضريبة الدخل كانت بنسبة 23% في العام 2011 بما نسبته 40 مليون و800 ألف دينار أما في العام 2012 فكانت النسبة 25% أي ما قيمته 40 مليون و500 ألف دينار كما أظهر أن نسبة المشاركة في العوائد البالغة 10% بلغت 44 مليون و200 ألف دينار في عام 2012 في عام 2011 عفوا و40 مليون و400 ألف دينار في عام 2012 مشينا إلى أنه عند حساب رسوم مشاركة العوائد مع ضريبة الدخل فإن الضريبة الفعلية قد بلغ 38% للعام 2011 و39% للعام 2012 ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية النشرة الاقتصادية وعودة من جديد إلى هديل اشتركوا في القناة